هذا وقد جسد المواطن البحراني من خلال مشاركة الفاعلة في إنجاح العملية الانتخابية والتي بلغت 73% جسد أروع صور المواطنة والمسؤولية المجتمعية والتفاف الشعب حول قيادته لمواصلة تحقيق المزيد من المكتسبات الديمقراطية الانتخابات النيابية والبلدية وما رافقها من إقبال على التصويت تؤكد حقيقة جلية وهي أن شعب البحرين يمتلك من الوعي الوطني الكثير وأنه لا يتأخر عن أداء واجبه الوطني والدستوري من أجل صناعة مستقبل أكثر نماء وازدهارا للوطن قالها المواطن البحريني نصوت للبحرين فجاءت لقة الأرقام لتعلن أن 73% هي نتيجة مشاركة أبناء البحرين في عرسهم الانتخابي الذين عاشوا جميع تفاصيله في يوم وطني سيخلده التاريخ المجتمع البحريني عاش منذ صباح الثاني عشر من نوفمبر وحتى مساءه واحدا من أجمل أيامه الوطنية فجسد أروع صور الانتماء الوطني وتعزيز المواطنة والتفات وتكامل الشعب حول قيادته لتخطو المملكة اليوم خطوة جديدة في طريق الديمقراطية التي أرسى قواعدها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وبدعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ليكون المواطن بصوته واختياره أنصرا فاعلا في رسم ملامح المستقبل خلال السنوات الأربع القادمة نجاح العملية الانتخابية التي أوضحها حجم الإقبال الكبير من الناخبين على مراكز الاقتراع كشفت مدى ارتفاع الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة في هذا الحدث الوطني الهام ويقدم رسالة إلى العالم بأن شعب البحرين يمتلك من الوعي والإحساس الوطني الكثير العديد من الشواهد التي تؤكد حرص أبناء المملكة على المشاركة في الانتخابات منها توجه العديد من كبار السن للإدلاء بصوتهم في مقار الاقتراع ومشاركة فئة دو الهمم وحرص بعض الناخبين على اصطحاب أبنائهم من صقار السن خلال عملية التصويت والمشاركة الواسعة من المرأة البحرينية في الانتخابات وغيرها المشاركة الشعبية والفاعلة والكبيرة تؤكد أن شعب البحرين يؤمن بأهمية المسار الديمقراطي والدستوري ويحرص على أداء واجبه الدستوري والوطني من أجل حاضر ومستقبل أفضل وأكثر ازدهارا للوطن والمواطن اشتركوا في القناة